بسم الله الرحمن الرحيم وبين استعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد اخواني احبائي وعزائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في جميع انحاء العالم نحييكم بتحية الاسلام اخواني اليوم بنكلمكم على الفرق بين الفرح المصري وفرح المغرب كنت اول مرة احضر فرح مغربي لان انا ما عملتش فرح مغربي بصراحة الفرح المغربي اول ما روحنا الفرح اللي قينا الطمر والحليب محطوط في اول ما دخلنا القاعة طبعا بيقدموا للناس اللي داخلها يقولهم يدوم الطمر والدوم الحليب طبعا انتوا المغربة طبعا عارفين الفرح من غير ما اتكلم يعني انا باتكلم عمتا يعني اعلاني شفته وايه اللي حصل لي في الفرح المهم جلسنا عالطاولة كل مجموعة لتات قاعدة في الطاولة ولتات العروسة بتحنى بلابسة الجلبية الخضرة تكشيطة تكشيطة اللي هي الخضرة ها دي وبحنوها شوية وليت الزفة في زفة جاية مشايلين طيفور ايه بيسموها الطيفور اللي هي فيها الاغراض والحاجات الهدايا اللي هي افتاع العروسة ومدخلينها وبالزفة شوية والعروسة ناضط مشيت اه انا قلت بقى كويس كده يعني ساعة نص ساعة والحاجة وهنمشي بقى خلاص كده الفرح هيخلاص طبعا بيقدمونا بقى المقصرات ويقدمونا الحاجات دي هي طول عصاير وشوية العروسة بدلت التقشيطة بتاعتها ولبس التقشيطة تانية وجات وشايلينها في العمارية بتهزوية بتحييهم اول مرة شوف الموضوع دي يعني مده كانش في دماغي انا بصف اتفرج مسلا على فرح مغريبي انا بشوفهم كده بعضة في مسلسلات في كده بييجي برضو يعني بس ما كنتش بقى حطها في دماغي الحاجة يعني لانا شوفة بعناي ف كان فرحة جميل يعني كان شكل كان الاسلوب جديد عليها وجميل شوية تروح وتمش تاني وتلبس تقشيطة تانية فتعي ست تقشيطات ولا اربع تقشيطات ما عارفش يعني ما قدرتش عدي الالوان كلها بصراع اللي بقولك الزفة المركشية والزفة مش عارف ايه الاساوية والزفة يعني بزاف بزاف وانا كون في دماغي ان انا ععد ساعتين ولا بالكتير ايه وانا ععد ساعتين ولا ساعة ونص ولا كده واقومشي هلاء ان المعزيم هلاء المعزيم مشي اهل العرس وهل العروسة اول خلاص الفرح كده هيخلص هنمشي هلاء الناس لبسوا لبس تاني وقوم اقول يا ربي دول ايه معزيم جداد ولا هم نفس المعزيم مش عمال اه امرات الايها كانت لابسة لابسة ازرع بقى تلابسة احمر انا بقول انت بتروها تبدلي فين وانت تغيرو فين انا بنتغيرو فين انا بنتغيرو بالبدل هدومنا مع العروسة وانت طب انت مقولت ليش لي ايه انا جاي لابس كده فرضاني كده بالامس ولا البنطانون ولا البدل افتحت واقعد كده اه كل الناس تبدلي وانا اللاقعد لوحد كده معرفي معلمني اترك كل واحدة وهي خارجة من البيت شاهدين الكياس كده معهم بلايز ولا شنط انا قلت يجايزي هدايا للعروسة رح يودوها ولا حاجة مش في دماغ انا مش في دماغ بقى ان كل واحد بياخد لبسي معاه زيادة ويبدله كان يوم شوية يجبونا الاكل يجبونا التجاج شوية يجبونا اللحمة يعني يجبونا الدجاج انا كالت شبحت الحمد لله على كده شوية او العروسة اقول لي لا دا لسه فيه اكلتان اكلتان انا خلاص هي مرة واحدة باكل مرة واحدة باكلش مرتين انا ماشي شوية ولاي جايبين تاني اللحمة تاني جايبين ايه دا جماعة اللي انتم بتعملو دي بصراحة القرم ما فيش منه ولا بعده قبله كده قرم في الافراح حاجة يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يديهم ويزيدهم اه واعدنا من تقريبا الساعة عشرة في الليل او الساعة تسعة لتاني يوم الصبح قومت صلات الفجر روحنا صلان الفجر فجر ادا روحت صلات الفجر ورجحت والفرحة ليس شغها في ايه يا جماعة مشان ايه في الفرحة انتوا هات هنقعد هنا كم يوم هنا ان شاء الله انا كان في دماغنا نقعد ساعة ولا اتنين وامشي اه وشوية جبوها في المايدة في حاجة تانية يعني غير العمارية في المايدة تانية كمان جبوها والعريس يبدي حويبو شوي يلبس اه اه افتعدها تقشيطة ايه ايه بسموها ايه القلبابة افتحت وهذه اه هاته جلبية اه قلبية شوي يلبس البدلة شوي يشع في يعني بصراحة كان كان اول مرة احضر فرح وقولتهم بصوا انتش احضر فرح مغريبي خالص قولتهم لو احضرت فرح مغريبي هما ساعتين واخري ساعتين فيهم وامشي ما اعودش انا للصبح انا عمري اعود من الساعة عشرة في الليل لتاني يوم الصبح عشان اتفرج ايها فرح بصراحة و والزفات على كذا شكل على كذا لون والمكلة على كذا شكل على كذا لون حاجات بصراحة يعني ايه ازوينة حاجات ازوينة اخواني لو عادت اكلمكم على فرح المغرب مشان نوفي قرم المغرب ولا حاجات اللي بتحصل في الافراح حاجات زوينة بعدد اللبس بعدد المكلات اللي بحطوها بعدد الشاي القتاي الشاي بيسمونه القتاي هنا في المغرب يعني القتاي الحلويات الحاجات ديت حاجات يعني بزاف يعني مش مش كطع كطع لا بزاف الحاجات هذه وان شاء الله بإذن الله حضرنا فرح هنصوركم هنصور فرح كامل ونعرضه وطبعا بموافقة موافقة الاهل العريس واهل العروسة ان شاء الله وعشان تشوفوا الافراح فتاعتنا افراح المغرب وان شاء الله ربنا يوفق كل من كان ويزوج اولادنا ويهديهم اهل القرم والقرم كله في المغرب ويا رب يوعد كل مناتنا بالزواج الصالح وبالزرية الصالح وبالنسبة للفرح المصري فرح المصري عندنا بيعملوه في الصالح فيه ناس بيعملوا افراح في ال افراح بردو كفصالات كبيرة بتقعد فترة بس ما مش توصلش يعني للمدة دي كلها يعني ممكن للساعة واحدة بالليل للساعة اتنين بالليل مثلا بيبدأ من الساعة اتناشر مثلا يعني ممكن اقدر حاجة اربع ساعات اربع ساعات وبيمشوا انما عندنا اه في معظم الافراح في مصر هما ساعتين العروس بتروح تتسلم طبعا حتة الاكل والكلام ده في الفرح المصري بيعملوه عندنا عندنا الحنة في اول يوم الحنة وعندنا الفرح الحنة بتبقى طبعا بيعملوه العروسة مسرح بسموه مسرح وعملوها زفة واهل العروسة واهل العريس بيلموا النقطة دي لهم يعني واحدة ده لها نقطة ده لها بتاع بيطلعهم طبعا نقطة بيليها الفلوس يعني بيرجعهم اللي بتدفع مثلا مية بتدولها مية وقمسين ودهم مية وكذا بيلموا النقطة في يوم الحنة في يوم الفرح الاكل بقى بيبقى فيه عند البيت العريس الساعة اثنين بالضهر او الساعة ثلاثة على حسب الكورت الافراح اللي هموا بيعملوه يعني كل واحد بيقول كارت الفرح بيقى مكتوب المعاد وفي ناس بتأكل في الصالة يعني في اكل في الصالة بيجيلك واجبة في الصالة بس هي كل مواضة ساعتين اثنين بس يعني اكتر من كده ما فيش حتى الحنة ما بتطولش برضو يعني الحنة بتلبس اللون اللي هو الاحمر اللي هو اللون الزهري اللي هو الوردي وفي يوم الفرح بتلبس الابيض ماشي ده الفستانين الاثنين انما هنا مش عايف ستة ولا فيه ناس بتصل ثمانية وتسعة الوان بصراحة انا شفت الاغضر والاصفر والاحمر والابيض الابيض شفته مرتين في الاول وفي الاخر ما عرفش الكلام صح ولا لا شفت الابيض لابسة فستان في الابيض في الاول في العمرية وفي الاخر لابسة برضو كايه فرع ابي فستان ابي والازرق الوان بزاة في المغرب المهم ونقول للناس كلها ربنا يفرحها وربنا يفرحكم ويوصل الفيديو ديالي بالفرح والسرور والسعادة وكون ضيف مرغوب وكون ضيف خفيف على قلبكم ويا رب يكون السنة دي تبقى سنة التيسير والتوفيق واللي ما تجاوزت يا رب يجيلها ابن حلال وربنا يهدي كل من كان ويهدي الناس كلها ويا رب يسود ويعم الامن والامان على امة محمد ونتمنى منكم المشاركة واللي ما تشاركش معنا يتشارك معنا وان شاء الله في موضع تانية كتير كتير وانتظروني على يوميات مصر في المغرب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته